في هذا السوق القديم بمدينة الكوفة في النجاف يحتوي مختلف المقتنيات الأثرية القديمة واحدة من أقدمها هذا الميزان الذي صنع منذ مئات السنين من الحديد الخالص بالإضافة إلى محتوياته من الأوزان هذا قمنا نستخدمها بشغلة الخشب نحير بخشب نحير بحطاب عمره حوالي 360-350 ما يقل عنها العمر هذا يعني العمر مالتا أملكة هذا الميزان صار 34 سنة وهي طبيعت بال35 سنة والله أجهوا جماعة عليها وهاي بس أنا ما أقبلتها الطوني سعر خيالي مدقو الحديدة مدل الججاة نازل من المين هذا الميزان القديم في محل نجارة الحاج ماجد الذي يصر على الاحتفاظ به كتراثة حيث كان يستخدموا لوزن الحبوب والتمور حينها ألا أن الحال انتهى به الآن لوزن الخشب وزنون بي قبيل تمور شليب حنطة نحن استلمنا من واحد كان تاجر مال كرازات يحير بي كرازات طبعا هذا الميزان وزن مالته مضبوط تعرف شنوه هو قطعة واحدة يعني مو تقول فالتصميم جديد هذا انتيكة نهاي حصلنا اربعة وثلاثين سنة قبض خلال السنين اللي واحد الواحد التجار صار ثلاث قرون حاchmal استخدموا التمرН واكثر شيء اللي كان بديهم شيء اللي يُبِيدهم يعني الميزاني شيء اللي يُبِيدهم مثل هذا شيء اللي يُبِيدهم ما كان معaku قبانات وما이고 1946 ماذا قبانات وهذا كله يستخدموا التمر مع تمور ويقول صاحب الميزان هذا انه وعرض عليه مبالغ خيالية مقابل بيعه إلا إنه رفض لأهميته التاريخية باعتباره أحد الأنتيكات النادرة كما يرجح إنه صنع من قبل اليهود العراقيين أنذاك من النجف محمد الغالبي وانيوز